شركة كيميفارم للصناعات الدوائية شركة مصرية رائضة في مجال صناعة الدواء تحتل مركز متقدما بين أكبر شركات صناعة الدواء في مصر كيميفارم احتفلت يوم الجمعة الخامس من أغسطس 2020 بإطلاق مستحضر جديد في السوق المصري العلاج مرض التهاب الأعصاد الترفية ويحمل اسم إنهاتين وهو عبارة عن مادة الجبابنتين المعروف فاعلياتها ودورها لعلاج مرض التهاب الأعصاد الترفية والاحتفالية كانت تحمل عنوان وتمت في أجواء احتفالية تعكس رسالة الشركة في التأكيد على فاعلية الدواء في علاج التهاب الأعصاد وتوفير حياة أفضل للمرضى تمت الاحتفالية في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور أكثر من 150 طبيب مصري من مختلف التخصصات وتضمنت محاضرات علمية معتمدة من Royal College of Physicians بحضور كبار الأساتذة الأستاذ الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ المخ والأعصاب جامعة القاهرة ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب والأستاذ الدكتور عبد السلام عيد أستاذ جراحة العظام وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق وسكرتير عام جمعية العظام المصرية والدكتورة نجلاء قباني استشاري الغدد الصماء والسكر جامعة عين شمس وعضو في جمعية الغدد الصماء النهاردة بنتكلم على موضوع مهم جدا إنه هو ألم سبب أعهاب الأعصاب سواء الأعصاب الترفية أو الأعصاب التركيز هنركز على الأهم المشكلة الأكثر اللي هي المشكلة الأعصاب الترفية بيبقى لها أكثر سباب كثير أشهر بالنسبة للناس طبعا هو مرض السكر يؤدي إلى أعصاب وينتج عن كده أطراف الأطراف تخلي بعياني معانية معاناة شديدة من عراض حسية حقام من شكشكة دقبيس إحساس الكهرباء زبزبات في الأطراف تبتدي غالبا بالطرفين السوريين وممكن يعقبها التركيز العنوية لكن أكثر تيفقى الفرقين السكر ده أشهر سبب ده يبيئة السكر لكن ممكن أسبب أخرى مثلا يطلب في وظائف الكيلة يطلب في وظائف الغضة الدراقية مقصف الميتامينات بعض الجراحات اللي بينطل عنها إن العصاب بتتأثر بعد العملية كثير من الناس بعد ما يعمل عملية حس إنما كان الجرح نفسه بتاع العملية بيأكلوا بيحرقوا بيشكشكوا حاجة زيكا فكل دي أسباب دي الأطراف إحنا بنتكلم على أعلام الأعصاب الميتامينات بناتجع مشاكل في العصاب وعملها طبعا الأعلام اللي بتعصل في حالات أعلام أسفل الزرق أحيان كثيراً ألما أسفل الزرق أنتوا بعد مخيون تغزي لكم قروفاً أو تغزي لكم قروفاً أو تغزي لكم قروفاً تكون ضغط على العصاب الأعصاب دي ممكن أن تسمع في الراديو هيصل الألم وأحياناً تانية ممكن يبقى في ضغط على الأعصاب اللي هي في موقفة الضرق بسهل أجاب من ألم للأعصاب في موضوع الضرق من رأسي مجابين جميعاً من أحالات هذه المطورين ممكن استجيل بعض العلاجات اللي هي بتهدي الألام لعصاب لأنه وعلام طبع العصاب مهداقة هي مخصوصة مش بينفع معاها الهدوية المضاطة لانتهامات العادية هي ممكن نستهدي الألام إنها منكة عن أعصاب أو حجابة فإنكنا بنتكلمنا عن ألام العصاب اللي هي منك عن مسفل الظهر وكمان فيه بعض الحالات اللي بتوكي عن احتناء الأعصاب التنفيذية زيها اللي حاجة شئية جداً احتناء العصاب الموسط في مطقة الرسو ده على العصاب الهوبي غاز الوزق الأكبر ميلاد والعصاب هذا ببقى عند مطقة الرسو أحيان اللي صدقته عليه فإحصل تنميل وألامي ودي بتبقى بنشوفها كتير في ستات البيوت لأنه ستات البيوت بزين أمودات كتيرة ومشتغل بيده كتير أو اللي هي رفيين النجار اللي حدد مثل في الشرق البيده كتير دونك تعاني من ألمهم طبعاً في الحالات البسيطة اللي هي في أولها ويمكن المريد يستجيب للعلاجات اللي هي بتهدي ألم الأعصاب وبعض الاحتياطات أو المريد المس كبيرة في يد وعنشان يريح يقفل في وضع مريحه أو يقلل اللط العمل اللي بيعملوه وفي الحالات الشنية ده فإنك أجعلها يدراحي الحقيقة من الحاجات اللي هي مع تطور الطب برضو في أدوية جديدة مش جديدة قوي الحقيقة احنا بقالنا فترة بنستخدمها الحقيقة فرقت معانا جداً جداً زي بري جابلن اسم العلمي بتاعها بري جابلن والجابابانتن يمكن بري جابلن أصبح مش موجود لما بقاش موجود ومتوافر لكن الجابابانتن من الأدوية الجميلة جداً اللي بتساعد فعلاً المرضى لأنهم يدخلطوا شيء ممكن يغلس عليه ومشيتهم وممكن يضيقهم وحاجات كتيرة طبعاً يعني في شركات كتيرة بتقدم الحقيقة مش بس الدواء دواء لكن تطورها تانية وفي النهاية أهم حاجة في العلاج هو الوغاية الوغاية دي ان احنا نخلي سكرنا من صرفاتنا احنا مش بعد عن التدخين محاجة مهمة جداً وان احنا الحقيقة كمان نزبط ضغطنا ونزبط الدهون نسبة الدهون في الدم ونتابع مع الأطباء بتورنا والحقيقة انه النسبة الأوليرة جداً اللي بتوعاني ألم شديد من الكتاب الأعصاب الطرفي بنقدر ان احنا نديهم بعض المتقس دمع أكتر كمان وفي النهاية في حمان في بعض العيادات للألم بنقدر نبعتها لعيادات الألم وزي ما بقول الوقاية يعني بتيجي في الأول وفي الآخر وفي الوسط ان احنا ازاي نزبط سكرنا ونتابع مع تور بتاعنا علشان كمان في بعض الأسليب اللي احنا بنعرف فيها ان الشخص ده عنده اللي تذهب على صدره يموت موسيقى موسيقى